السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النهاردة مش هترمي اي كارتونة تاني بالحجم ده كارتونة حزاء او كارتونة صغيرة بالشكل ده يلا نبتدي نشوف الافكار بتاعتنا افكار سهلة وبسيطة جدا جدا يلا بينا فاول فكرة معي استخدمت كارتونة باسكوت طبعا متوفرة عندنا كلنا فحبيت ان انا استخدمها واستغلها النهاردة فاجبت ستيك الزور ده وقصته بالحجم اللي انتو شايفينه ده بالزبط وابتديت ان انا احطه في جوانب العلبة كلها في الجزء اللي من فوق مقصتهاش وابتديت ان انا احط ارسطها جنب بعض كده واعمل سجب كده في الكارتونة من فوق بالشكل ده بجد الفكرة هتعجبكم جدا جدا سهلة وبسيطة قوي من تحت احط الاجزاء اللي قطعتها كلها هبتدي اجيب بلاكيه ابيض وابتدي ان انا باسفنجة كده وادهنها كلها باللون الابيض واسبها طبعا تنشف بعد كده بزينها بقى زي ما حب انا حبيت ان انا زينها بالضنتل حسيته شكله حلوة قوي كده بقت فكرة حلوة جدا جدا باتمنى بقى تنزلوا تعملوا لايك بسرعة ولو انت مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي اول باول وما تنسوش تسيبوا لي كومنت برأيكم رأيكم بيسعدني جدا جدا تعالوا نشوف الفكرة التانية بقى هبتدي ان انا اجيب كارتونة حزاق واقص منها الاجزاء الزيادة كلها ده خيط او حبل غسيل انا جبت حبل الغسيل القطن منه لونه اوفويت حلو جدا حبيت ان انا ننفذ هنا فكرة موجودة بتتباع في المحلات فحبيت ان انا عملها في البيت هتشوفها في الاخر هي ايه هلف كل الكارتونة دي من كل الجوانب بالخيط ده هسبتها بس بمسادس الشامع كويس جدا كلها افكار سهلة و بسيطة نقدر ننفذها في البيت بعقل التكاليف ويبتبقى حاجات حلوة جدا جدا على زقنا هلفها كلها بس هتيب جزء كده من فوق مش هحط عليه خيط خالص وهجيب قماشة كده قماشة سايدة بيضة وهقفلها بس من الجنب بالشامع وابتدي ان انا اركبها كده في البوكس بتاعي وابتدي ان انا تنيها من الاطراف اي قماشة تنفع قماشة مشجرة قماشة طرح ملايات اي قطعة قماشة صغيرة تنفع هسبتها كده كويس قوي في الكارتونة ومن الداخل هسبتها بالشامع علشان تكون القماشة مشدودة بتاعتي وتكون حلوة قوي كتعة الكارتون بقى الزيادة اللي انا شلتها في الاول احطها من تحت كده تشد القماش وفي نفس الوقت تكون الكارتونة ماتينة من تحت شوية حبيت ان انا اعمل لها كده تزيين بسيطة قوي بخيط الخيش فاجبت كتعة خيط خيش وعملتها في يونكا كده صغيرة مع واحدة لولي وهحط واحدة من الجنب وواحدة من قدام زي ما انتوا شايفين الحاجات اللي احنا استخدمناها كلها موجودة في البيت يعني الفكرة ما تكلفتش كتير حاجة بسيطة جدا قدرنا نعمل بوكس توركي بيت باع في المحلات احنا عملنا في البيت بدون اي تكاليف خالص وده شكله النهائي لو لسا ما عملتوش لايك نزيلوا اعملوا لايك بسرعة ويسيبوا لي كومنت برأيكم وعايز اقولكم بقى ان رأيكم بيسعدني جدا جدا وكمان برد على كل الكومنتات وعاوزاكم تسيبوا لي اقتراحات لفيديوهات جاية شوفوا حابين تشوفوا ايه الفترة اللي جاية وتعالوا نشوف الفكرة اللي بعد كده في الفكرة دي حبيتها تكون سهلة اكتر فبتديت هجيب كرتونة كده وسويها من الاطراف خالص جبت بقى استيكر طبعا ده متوفر في كل مكان فحابيت ان انا استخدمه في الفكرة دي علشان يكون سهل اكتر فهغلفها بالاستيكر من كل الجوانب وكمان من الداخل وطبعا احنا بنحط الاستيكر بنثبته كويس قوي بحيس ما يكونش داخله هوى خالص بقى جاهز معي سهلة قوي منظم حلو جدا جدا بتمنى تكون اعجابكم وبتعالوا نشوف الفكرة اللي بعد كده هنا الفكرة يعني قريبة شوية من الفكرة اللي فاتت بس احلى ابتديت اجيب الكرتونة واسبت فيها الظهر ده لاني محتاجاها بغطى وهغلفها برضو بالاستيكر بس مش من كل الجوانب هغلفها بس كده من الداخل ومن الجوانب بس اعوزاكم تسيبولي تحت في كومنت كده تقولولي ايه الفكرة اللي عجبتكم اكتر في الاربع افكار دول انا هنا بغلف الاستيكر بالمسطرة بحيث ما يدخلش فيه اي هوا خالص فحبيت اوضح لكم الخطوة دي بقى جاهز معايا قطعت بقى قطع كارتون سغيرها وبتديت ان انا انظمها كده هشوف هحطها زي من جوه ويغلفتهم بنفس الطريق هسابتهم طبعا من جوه بالشامع كويس قوي بقى حلو جدا جدا من جوه هبتدي بقى زي الجزء اللي برا ده بطرحة انا عندي كده حبيت طرح فحبيت ان انا استغلهم وكان عندي قماشة دي فشفت ايه اللي هيمشي اكتر واشتغلت بيه فعجبتني القماشة دي اكتر فهبتدي تسبتها معاكم بالشام هيبقى منظم للميكوب حلو قوي طبعا كلنا بنحتاج منظم للميكوب عملناه بشكل سهل وبسيط جدا بتمنى تكون الافكار النهاردة عجبتكم وتكون استفدتوا من الفيديو لو لسه ما عملتوش لايك نزيلوا وعملوا لايك بسرعة واشتركوا في القناة من زرار الاحمر اللي تحت الفيديو بالزبط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة الان الان ترجمة نانسي قنقر